انا اسف جدا معلش اه في مشكلة قابلتنا في في الباث. اه عين بنأكد معاكم او احنا كنا بنتكلم على الاصحاحات وصلنا الاصحاح التاني عن رحاب وازاي هي بالايمان اتكلمت على يعني اتكلمت الجسوسين وقتلهم الارض دي هتاخدوها وانا واسقف الاله بتاعكم. فمن وجهة نظر الايمان او بالشكل الايماني قدروا يعبر. الاصحاح التالت بيتكلم على العبور الاردن. اصحاح التالت بتدور احداثه حوالين الانتظار ثلاثة ايام في الاول استعداد للعبور ويشوع بيتمجد في الاردن والتابوت هو اللي بيبدأ يمشي ويقود الشعب في الاردن وبعد كده ابن البحر بيقف من ناحية واحدة بس مش من ناحيتين. الخدام حضروا لنا وكتابوا لنا ارتحلوا من شطيم. شطيم تعني شجر الصنط الموضع الذي حاول فيه بلعام ان يلعن شعب اسرائيل. والذي فيه ضل الشعب وراء بنات مؤاب ومديان وبعل فغور لينطلقوا خلال الاردن الى ارض الموعد. ارتحلوا من اللعنة والضلال والفجور للحياة الجديدة المقدسة بالمعمودية. لكن هذه الانطلاقة احتاجت الى وقوفهم مع يشوع ثلاثة ايام قبل العبور وهنا ندخل في سر الايام الثلاثة. قديس اغسطينوس بيقول الاردن يعني نزولهم اذا لتنزلوا حتى ترتفعوا ولا ترتفعوا لألا تهبطوا. كانت المعمودية الى نزول لأجل الصعود فان طريقها غريب على بني البشر الذين سقطوا في الكبرياء ولا يريدون ان ينزلوا حتى ان ارادوا لا يقدرون. انه طريق جديد لا بد ان يفتتحوا ذاكا الذي وحده استطاع ان يتضع وهو العظيم. كلمت الله المتجسد هل ترى انا الاتضاع هو باب يفتح لك قلوب الاخرين؟ قديس اغسطينوس بيكلم كان عن فكرة ان هما نزلين ناحية النهر كأنهم نزلين لتحت. وبيقول ان النزول يحمل في طياته الصعود. ان انت لن تصعد ان لم تنزل. دي الفكرة والبابا شنودة ربنا نايح روحه كان ليه تعبير جميل كان يسميه النزول الى اعلى. فهل انت عندك القدرة على النزول الى اعلى انك تتخلى عن كبرياءك وتتخلى عن فكرة ان انت دايما صح وان اللي قدامك بيفهمش. هل انت قادر انك تتخلى عن فكرة ان لو واحد اتكلم معاك وقال رأي مخالف عنك ما يبقاش دهجوم شخصي عليك ده رأي تاني بمنتهى البساطة. هل انت قادر على تحدي الكبرياء الذي فيك؟ قديس اغسطينوس بيقول اوقات مش هنعرف نعمل ده. طب لو مش هنعرف نعمل ايه؟ ننظر الى رئيس الايمان ومكمله يسوع المسيح نزل الى الارض وبالتالي رفعه الله واعطاه اسما فوقك كل اسم. هي دي الطريقة بتاعت ربنا. انزل ربنا يرفعك دي طريقة ان العالم ما بيفهمهاش بس دي اللي الطريقة اللي ربنا فهمها وبيساعدنا بيها. كل ما تبدأ تتضع وتتضع معناها انك تتخلى عن كبرياءك وعن كرمتك اللي في مناخيرك. وتبدأ تنزل نفسك شوية بحكمة وبهدوء. وبتبقى عارف اوقات ان انت اللي بتقوله صحة وبتعمله صحة بس بتتنازل شوية من اجل ربح على كل حالقة ومن اجل ربح الاخر. من اجل انك الاخر يكون في علاقة كويسة معاك وعلاقة سوية وسليمة معاك. حاول تفكر في المنطقة ده لان ده منطقة قوي جدا وفعلا مهمة جدا. في واحدة من دمن الاشخاص الحلوين معانا في الجروب كنوز الكتاب المقدس كان استاذ ظريف كان كاتب فيه مقارنة او فيه رموز لسيد المسيح في الاصحاح التالت اللي هو اصحاح عبور مهر الاردن ما بين يشوع ويسوع. ففيه رد كده جاي حد كاتبه كان كاتب كان عبور يشوع يمثل عبور يسوع المسيح كمخلص لنا لان كلمة يشوع تعني يهوى الخلاص. فان عبور التابوت يشير اليه ككلمة الله از يحمل داخله لوحي الشريعة وعبور الكهنة يشير اليه كرئيس كهنة اعظم. وكأننا في مياه المعمودية نلتقي بيسوعنا المخلص كلمة الله وهب الحياة رئيس الكهنة الذي يشفع فينا لدى الآب خلال دمه الكريم فيها نثبت في جسده المقدس لننال خلاصنا وننعم بحياته فينا ونصير وتصير لنا دالة لدى الآب خلاله. طبعا الكوتيشن ده جاي من ابونا تادروس يعقوب في تفسيره للسفر بس في احد الاشخاص جاب كوتيشن جميل وحطه عشان كلنا نستفيد به. انا تاني انا غرضي النهاردة اوضح قد ايه مجموعات كنوز الكتاب المقدس بتطلع لنا حاجات جميلة. بعد الاشخاص برضو كاتب واحدة تانية من الاشخاص الحلوين برضو كاتب كده غطاء التابوت يشير لعمل المسيح الكفاري. المقارنة بين عبور الاردن وعبور البحر الاحمر عبور الاحمر الاحمر اللي هو المسيح في مجيءه الاول عبور الاردن المسيح في مجيءه التاني. وكاتب برضو تاني عبور الاردن بالمسيح نترك الخطية والموت اللي هو في شطيم زي ما احنا حكينا عن البلد دي كان فيه حاجات غلط كتيرة بتحصل. ونتحرك في مياه المعمودية الاردن لنرس الحياة الابدية. بنترك ما هو خاطئ وغير ساوي وغير صحي. وبنتحرك في خطوات واضحة ناحية الحياة في المسيح وانحنا نكون شبه المسيح. في النهاردة قراءات النهاردة هي من الاصحاح الرابع ده عبور نهر الاردن وهتلاقي العنوان مكتوف فيه احجار المعونة او احجار التسكيرية. فيه احجار نصبت في قاع البحر وفيه احجار تانية اتخذت من قاع البحر عشان تتحط خارج قاع البحر. وتقال فيها كده اصلي احنا عايزين دي تبقى تسكار. دي حاجة نفتكر بيها عمر ربنا الخلاصي. عشان الناس الاجيال اللي بعد كده لما يشوفوا الاحجار دي يسألوا اهليهم. هي الحجارة دي موضوع بالنظام ده ليه؟ ليه هما اتناشر حجر؟ فيقولولهم قصد دي بتمثل اتناشر حجر بتقعب بني اسرائيل لما بيحط اخدوا الحجارة من جوة المية وطلعوه. لو طب جبتوا الحجارة دي من فين؟ فيقولولهم قصد الحجارة دي كانت موجودة في نهر الاردن. ايوة بس انت جبتوها ازاي؟ ازاي جبتوها من جوة النهر ده المية بتجري بسرعة. ويعني صعب انك في الوقت ده تاخدوا الحجارة دي؟ يقولولهم لأ احنا جبناها وكان في وقت كمان فيه الحصاد يعني النيل ممتلئ. يعني الانقاس في النهر ممتلئ مش. نهر الاردن معروف انه هو في اوقات كتيرة بيبقى شاله. المية بتاعته ماشية بسرعة فممكن الواحد في مضاطق معينة يعبر من خلاله. او يعبر اجزاء من خلاله. انما في الوقت ده كان ممتلئ. فيقولولهم على فكرة المية كانت مليانة لغاية اخيرة. ايوة طب انتوا جبتوا الحجارة دي ازاي؟ فيبدأ يقولولهم احنا ربنا عمل معانا عمل كبير جدا. انتوا عارفين ان المية دي وقفت. فيقولهم يعني ايه وقفت؟ يقولوا ايوة المية دي وقفت وإحنا جبنا الحجارة دي من نص المية وحطناها هنا. طب احنا نتأكد ازاي ان كلامكم صح؟ بصوا ده شكل يعني متخيله. انا بس هو ممكن يكون غلط تماما يعني. هم خدوا حجارة برضو وحطوها جوه المية. يعني هم عمل حاجتين حطوا حجارة جوه المية وحجارة بره المية. فغالبا الحجارة لو تحطت ممكن يعني لو المية الطيار مش جامد قوي ممكن تبقى سابتة ولو حجارة كبيرة وتقيلة وده غالبا اللي حصل تبقى موجودة في مكان معين. فممكن تبقى الحجارة دي موجودة في حتة لما المية بتاعت الفيضان تقل. الحجارة دي ممكن تبقى باينة وتبقى ظهرة. فقال لهم بصوا في حجارة بره اهي ونفس الحجارة اي عددها اهو موجود جوه. ده المكان اللي احنا كنا فيه جيبنا حجارة وحطناها هنا لان الحتة دي كانت مفهاش مية في الوقت اللي احنا عدنا فيه. طبعا رمز الاثناشر حجارة رمز الاصباط الاثناشر اللي بتحمل برضو فطياتها رمز التراميز الاثناشر اللي بتحمل فطياتها برضو رمز الخلاص المعلن للعالم كله. الخلاص معلن للعالم كله. الخلاص مفروض احنا نوصله للعالم كله. التبشير لازم يوصل للعالم كله من خلاله. اسم المسيح لازم ينادى به للعالم كله. إنما اللي هيدبع الطريق الطريق المعمودية والخلاص والخروج والدخول إلى أرض الموعد هيخش مع المسيح في أرض الموعد التسكار ده مهم جدا وهتلاقوا في الأداس برضو فكرة التسكار يعني اصنعوا هذا لذكري إنه في كل الأداس بنفتكر المسيح بحضوره يعني إيه عارفين لما واحد يشوف واحد بقاله مثلا عشر سنين ما شافوش هيقول له إيه قاله فيينك وفيين أيامك ويقعدوا وفتكروا مع بعض الزكريات اللي حصلت من وقت طويل فانا افتكرت الحدث بحضور الشخص فالساد المسيح لما بيقول اصنعوا هذا لذكري عن الأداس فده معناه إن احنا بنفتكر المسيح بحضوره ومش نفتكر عشان نسين أو بصراحة عشان بنبقى نسين فإني في كل الأداس بيجي أبجي أحضر أقول له رب أشكرك إن جسدك ودهما كنت حاضر معانا فرباني يقول لنا حاضر معاك بس افتكر كمان قصة خلاصك افتكر كمان إن أنا جيت ليه أنا جيت ونزلت على الأرض وتجسدت ومت وقمت عشانك أنت فأنا جاي عشانك أوعى تنسى ده أوعى بس جاي تاخد جسدي ودمي وتطلع من هنا بس عملت فكر في نفسك افتكر إن انت موجود في الأداس عشان تفتكر انت مين وتفتكر انت غالي قد إيه وتفتكر أنا عملت عشانك إيه وتطلع بالقوة دي للعالم كله تقول أنا ابن الملك أنا ربنا عمل معي حاجات كتيرة حلوة وأنا أنا مش هخزيه أو أنا مش هبقى صورة مشوهة لي لأنه هو عمل حاجات كتير عشان يحلو فخلي بالكم الأفكار دي متوازية التسكار أهو التسكار في العهد الجديد أهو نفس الأفكار حلو الربط ده إن احنا نربطه على مستوى الزهن فيه ذكرى وفيه ذكرى برضو موجودة هنا نهر الأردن ليه وقف ند واحد والبحر الأحمر ليه ليه تقسم نص نحيتين البحر الأحمر لو تخيلنا الشط كده فالميا جاية أنا أسف أنا عكس كده الميا جاية كده كده فالميا لأنها جاية ماشية كده وهم عايزين يعدوا وكأن الموجة إيه رايحة نحيتهم فالبحر لازم يتقسم كده عشان يعرفوا يعدوا في النص وطبعا فيه برضو تعليقات جميلة موجودة من الخدام يا ريت بعمن خلص رجعوا بصوا على الناس كانت بينه كلام قوي جدا وتأملات حلوة قوي عن الفرق ما بين الميا الملحة والميا العذبة وليه نحية واحدة ونحيتين بس أنا بشرح لكم ليش معنا يعني تاريخيا ليه أو جغرافيا ليه فلازم البحر يتقسم كده عشان يعرفوا يعدوا من النص في نهر الأردن نهر الأردن الميا بتاعته جاية من الشمال ونازلة على الجنوب جاية من فوق من جبال حرمون ومشي معدية ناحية بحر الجليل أو في الوقت ده كان اسمها بحيرة كنيروث كنيروث وبعدين نازلة لغاية البحر الميت اللي هو أو البحر الملح كان اسمه في الوقت ده وهي مشي هي مشي من حتة عالية لحتة وطي فمشي في اتجاه معين أنا بمثل لكم كده كأنها مشي كده وهم عايزين يعدوا فالميا تقف هنا طيب لما وقفت هنا إلا حصل الحتة اللي بعد كده الحتة اللي بعد كده اللي هي الحتة دي الميا اللي فيها جريت خلاص مشت لأن النهر ماشي في اتجاه معين راحت البحر الميت فما كانش محتاجين إن الميا تتفلق نصين لا الميا من ناحية واحدة البحر هيقف ناحية واحدة ندا واحدا والميا اللي بعد كده هتبدأ تتحرك وتمشي عشان تروح البحر الميت وكان برضو فيها إشارات إن الميا دي راحت الروح للميت الأعمال بتاعتنا الميتة بتروح وبتمشي وعمل النعمة مستاني نجد المياه الحلوة عشان يشتغل معنا تعبيرات جميلة جدا طلع منكم ربنا يبارك فيكم وفعلا أنتو يعني أنا تعلمت من الحاجات اللي أنتو كتبينها كتير على مجموعات الكنوز الكتاب المقدس أنا كل ده بقرف مجموعة واحدة بس مجموعات كده كنوز الكتاب المقدس فيه تلات مجموعات للدراسة من خلال مجموعات الكتاب المقدس ياريت كلنا نكون بنخش عليها ونتعلم منها العنوان هنا اسمه اسمه أحجار المعونة الصحر الخامس وإحنا بنقرأ بكرة هتلاقوا الختان الختان رمزة دايما للمعمودية لأن الناس كلها اللي كانت موجودة في الوقت ده ماتوا لأن فيه أربعين سنة فاتت مفيش غير يشوع وكلب ابن يفن هم بس اللي عايشين وكانوا كبار في السن فالجيل كله مات يعني اللي كان تم اختتانه يعني 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 الجيل مات فالجيل ده الجديد ده ما تمش اختتانه فكان لازم قبل ما يخشوا أرض المعاد يعني هما عبروا النهر بس لسه ما حصل لهمش الختان ليه الموضوعين مربوطين ببعض يمكن عشان ربنا يوضح ان الختان أهو اللي هو السركمسجن أو اللي كان في العهد القديم رمز لدخول الواحد شعب بني إسرائيل أهو بيتعامل هنا دلوقتي بس أنا هعمل المعمودية قبله اللي هي عبور النهر الأردن ده رمز المعمودية عشان أوضح ان الحقيقة أهي والرمز بتاعها حصل أهو فالمرضوعين مربوطين ببعض عشان ربنا يوجد العلاقة دي يقول لنا في علاقة ما بين العبور كماء للمعمودية ما بين الختان هيبقى في العهد الجديد أي نعم احنا قلنا ان ده يشوع بيمثل العبور الثاني والدخول إلى الملكوت ولكن أيضا أي عبور للمية برضو ممكن يكون بيشير للمعمودية فبرضو ممكن ناخد هذه الإشارة إلى إشارة للمعمودية الختان هيحصل ونسا تستريح ورئيس جند الرب هيظهر اليشوع برضو وبيقول له نفس الكلام وبيقول له اخلع نعليك لأن الظهر غالبا اليشوع في الوقت ده هو هو شكل من ظهورات السيد المسيح في العهد القديم اخلع نعلك من رجلك لأن المكان الذي أنت وقف عليه هو مقدس ففعل يشوع كذلك صح السادس هيكلمنا على سقوط أريحة هنشوف القصة بتاعت أريحة هنشوف رقم سبعة بيتكرر كتير واللفة حاولين البلد ست مرات وفي السابع الأسوار بتتهد حاولوا تفكروا الأسوار دي معناها إيه في حياتنا إيه اللي ممكن تيجي في انطباعنا ليه هن ملفه ست مرات وليه نرفه سبع مرات في آخر يوم والأسوار دي تهدت إزاي هل بقوة البشرية ولا بعمل الله إيه اللي حصل بالضبط في هد الأسوار خلي بالكو دي دروس لنا لأن إحنا كل حياتنا ماشية كده بنتعلم أوقات كتيرة نحس إن إحنا اللي هنعمل إحنا اللي هنوقف الحي إحنا اللي هنقاوم الشيطان أنت مين أنت عشان تقاوم الشيطان أنا آسف يعني أنت ولا حاجة أننا مين اللي هنقاوم الشيطان عمل الله في حياتك الله معاك انت مع الله هتقاوم الشيطان انت مع الله ده التعليم الأبائي الحقيقي يسموه سينرج نحن العاملان معا أنا والله أنا في علاقة قوية مع الله أستطيع أن أفعل كل شيء بالمسيح الذي يقويني أنا لست في علاقة مع الله أنا في حتة كده وربنا في حتة لو عملت إيه مش تعرف تقاوم الشيطان ده يقول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه أنت تقدر على الشيطان ما تقدرش أنت تقدر على الحرب بتاعته ممكن إلى حين بشوية كده عزيمة وقوة بس الصمود في هذه الحرب يحتاج إلى عمل الله في حياتك والعمل ده بيجي من خلال علاقة من خلال وقوفك أمام الله وتقول لي يا رب أنا عايز عملك أنا عايز قوتك أنا عايز حياتك أنا عايز أتمثل بيك اديني من هذه القوة لكي أقهر الشيطان يبدأ ربنا يقول لي أنا هشتغل معك بقوة قيمتي وكما أن يعني الحياة بتاعتنا أخيرها قيامة أنت كمان هتقوم حتى لو كنت تعبت شوية حتى لو كنت وقعت شوية حتى لو كنت الخطيئة هزمتك شوية إنما أنا أدعوك دايماً للقيامة مش القبوع في الهزيمة الهزيمة معناها نشطان انتصر عليك إنما أنا دعوة بتاعتي دايماً أقف تاني أقف تاني طب يا ربنا غلطت كتير وتعبت كتير أيها هيقول لي هتعمل إيه ماشي إنت وقعت كتير وغلطت كتير إنت هتعرف توقف الغلط ده هقول لما أنا لازم يا رب عشان ما تزعلش مني أوقف الغلط وكده أجيلك يقول لي إيه بدوني لا تقدرونا أن تفعلونا شيئاً مش هتعرف شوف قصة أريحة وشوف مرضود الكلام اللي بنحكي فيه النهاردة عن الموضوع ده تصاحة تامن وإحنا بنقرأ هنلاقي بلد تانية اسمها عاي الدخول ده بنسميه دخول مستعرض يعني يشوع هيخش نهل أردن ويمشي في بلد جنب بعض بالعرض كده هيخش أريحة بعد كده عاي بعد كده هنشوف الجبعونيين وحصل إيه معاه صاحة تامن بيتكلم على خراب عاي في بلد تانية كانت أصغر من أريحة بكتير بس تهزموا فيها دوروا شوفوا تهزموا ليه وإلا حصل بالزبط وهل خطية واحد ممكن تأثر في مجموعة شوفوا الفكرة ده لأن ده فكرة على فكرة عندنا حية وفي الكنيسة الحالية للغاية دلوقتي أني أنت لما بتغلط خليها للمرة الجاية نتكلم فيها بالتفصيل عشان بس الوقت بتاعكم تلحقوا يعني لو فيه اجتماع طب خلينا أقولها بسرعة معلش نقطة دي عشان دي مهم بصوا الكنيسة بتاعتنا لها طريقة معينة في التفكير ولها طريقة معينة في التطبيق وده الحقيقة فعلا الكنيسة تؤمن إحنا مؤمنين بإيه بإن إحنا جسد المسيح صح؟ يبقى الكنيسة هي جسد المسيح وقلنا وبولس الرسول قال حتى لو فيه عضو تألم الكل إيه؟ يتألم معه وفيه عضو لو كان بيفرح الكل بيفرح معه هو قالها منطلق الإحساس بالآخر بس الموضوع ده يحمل في طياته كمان معنى تاني تخيلوا الواحد لو عنده بس في صباعه الصغير ده في صباعه خراج كده بس كبير شوية إيه اللي هيحصل في صباعه هنفسه جسمه كله مهدود وتعبان مش قادر يتحرك أيوة طب إيه المشكلة ده صباعك اللي متعور فالقاعدة الطبية عندنا إني آه لأ فيه مايكروبس يدخل في الدم طالع من الصباع وعمل كده إيه تسمم شوية في الدم فخل الجسم كله تعبان أيوة بس المشكلة في الصباع يقول لك آه بس الجسم بيتأثر بالصباع الواحد طب إيه ده معناه معناه أني ليه الكاهن دايماً بيبقى متطمن أو عايز يتطمن آه قبل التناول من جسد ربنا ودمه إن أنا في اتجاهات صحيحة يعني حتى لو لسه ما اعترفتش هو بيبقى عايز يتطمن علي بيقول لي طب ممكن تعترف الفترة الجاية ممكن تبقى يعني في حتة تانية أو في حتة أنت فيها فعلاً بتحاول تبقى مع ربنا أيوة ليه ليه بتسألني أنت مالك بحياتي دي حياة الخاصة يقول لي لأ دي مش حياتك الخاصة أنت عضوا في جسد المسيح شئت أم أبيت أنت بتأثر في جسد المسيح لو أنت اتجاهاتك في حياتك بتجبر وبتحاول تنمو مع المسيح أنت بتكبر جسد المسيح كله لو أنت في حياتك ما بتعملش أي حاجة وبالعكس أنت مستهين تماماً بجسد المسيح ودمه وجاي بتتناول كده بس حياتك ماشية زي ما هي بالزبط بكل عبالها بكل تعبها بكل خطاياها ومش ناوي تتغير في ولا حاجة أنت بس بس بتضر نفسك أنت بتضر جسد المسيح كله بولس الرسول في وقت معين لما لقى واحد كان بيخطئ مع امرأة أبيه قال إيه قال اعزلوا الشخص ده من وسطكه ليه بولس مش حرام عليك تعزل الراجل ده أنت مؤمن بالشركة يقول لأ أصلا هو عامل زي الخميرة دلوقتي الخميرة دي هبوز العجين كله فما ينفعش ده عامل زي عضو في جسد مستهين ومش مؤمن إنه هو غلطان إنما في كرونسوس التانية يبدأ يقول إيه شكله بدأ يعرف غلطه لأ رجعوه تاني رجعوه للشركة معاكو تاني فهي الفكرة في كده إن أنت وإنت داخل الأداس أو راح تتناول تبقى مؤمن بالفكرة دي جواك إن أنا أؤثر في جسد المسيح مش الفكرة بس أنا وعلاقتي بربنا لأ العلاقات العلاقات ثلوسية أنت وربنا والآخر دايما كده فإنت بتأثر في الجسد كله لو أنت ماشي في اتجاهات مش هسميها بيرفكت لأن إحنا كلنا فينا أخطاء بس بقوله على طول فكرة يا رب سامحني يا رب ساعدني يا رب في موقف أنا لسه مش عارف أحله يا رب أنا لسه في الخطيئة دي مش عارف بقوتك أعمل فيها حاجة ساعدني أنت كده في الجهات صح وحلوة إنما لو أنت مش فارق معاك كل الكلام ده ورايح بس تتناول مش بقول إنك رايح وتكون ما بتعملش حاجة غلط لأ بقول إنك رايح وبتحاول إنك تكون تايب وبتقول يا رب ساعدني في الأمور اللي أنا مش عارف أعمل فيها حاجة أو الأمور اللي أنا لسه مش قادر أتحرك فيه الاتجاه ده تجاه كويس إنما فكرة رفضك التام لكل عمل صالح لكل حاجة كويسة لأن عاخان قد قضيته هنا إنه هم عندوش مشكلة حاسس إنه ما عملش حاجة غلط وبس بعد كده اعترف وجه وتكلم فأنا عايز بس أوصل لفكرة معينة إنه أنت بتأثر في المجموعة كلها زي مع عاخان ابن كارمي الحركة اللي عملها بتاعت السرقة كاملة كل الجيش أنت دورك كجسد المسيح مهم جدا ونفس الفكرة أنت مش بس ليك دور مهم في جسد المسيح الكنيسة ما تقدرش تستغنى عنك يعني إيه الدسكولية بتقول لا تحرموا المسيح من أحد أعضاؤه يعني إيه يعني إساد المسيح كأنه جسده غير مكتمل بدونك يعني إنت لما بتروحش الكنيسة وتتناول هقول لي الجسد يناقص حتة ربنا بيقول لي كده جسدي فيه حتة نقص أنا حاسس أن أنا محروم منك فآه فيه فكرة أن أنا بحاول أروح لربنا عشان خاطر أكبر معاه بس ربنا كمان بيقول لي من وجهة نظر تانية أنا على فكرة أنا عايزك تيجي معاه عايزك تحضر الأداس معاه ليه يا رب عشان أنت مهم للجسد بتاعي أنت دورك مهم في جسد المسيح أنت لك دور قوي جدا في الجسد بتاعي فكروا في البعدة ده وانت بتقروا الأصحاح التامن اللي هو خراب عاي الأصحاح التاسع بيكلمنا على خديعة الجبعونيين برضو هنشوف إزاي المكر وإزاي الدهاء وإزاي الدخول الشرير الدخول بشكل ماكر ممكن يخدع أو لدى الله يشوع تم خداعه في هذا الموقف وبسبب الخداع ده حصل أن المجموعات دي من الجبعونيين كانوا كل شوية بيطلعوا لهم ويحربوهم ويكسبوهم في أوقات معينة كمان إصحاح العاشر والحداشر والاتناشر التاسع والعاشر والحداشر أنا أسف العاشر والحداشر بيكلموا على وصول شعب بني إسرائيل بعد المنطقة اللي احنا قلنا بالعرض كده مشوا بالعرض هينزلوا للجنوب تحت هيختاروا هيروحوا لملوك الجنوب في الإصحاح العاشر في الإصحاح الحداشر يشوع هيطلع للشمال يحرب الشمال يبقى في الإصحاح العاشر هيحرب الجنوب ويكسبو في الإصحاح اللي بعده كده هيحرب الشمال منطقة الشمال ويكسبو فتعالوا مع بعض الفترة الجاية نقرأ بشويش وبهدوء أنا مش عايز بس لأن في ناس ممكن تكون متابعة اجتماع سيدنا يبقى ديكو كده بس راحة عشر دقايق قبل ما تخشوا مع سيدنا في الاجتماع بتاعه فتعالوا نقرأ تاني سفر يشوع رقم التليفون ممكن معلش أنا هقوله بصوت عالي عشان ما عنديش إمكانية الكتابة النهاردة أو أن أنا أشغل باور بوينت فأنا هقوله مرة بصوت عالي هقوله مرتين الرقم التليفون اللي ممكن تبعتوله رسائل عشان يضيفكم لمجموعات كنوز الكتاب المقدس الرقم لتصوني ديميانا اتنين أرقوا بالإنجليش بقى 2-0-1 5-1-5 9-4-1-5 تاني تسوني ديميانا 2-0-1 5-1-5 9-4-1-5 ابعتوا بس لها رسالة تقوله إحنا عايزين نضاف لمجموعات كنوز الكتاب المقدس لو إحنا مش متضافين وهي هتقوم بالإضافة لكم على مجموعات الفايبر للكتاب المقدس عشان كلنا نستفيد مع بعض ونجبر مع بعض آخر مرة أقوله رقم مرة أخيرة ديميانا تسوني ديميانا 2-0-1 5-1-5 9-4-1-5 2-0-1 5-1-5 9-4-1-5 لنا حفظتها كده طيب ربنا معاكم ويسندكم ويقويكم ويحافظ عليكم ونستفيد مع بعض ونشوف العلاقات ما بين يشوع وسيد المسيح وإحنا بنقرأ الكتاب المقدس تعالوا نصلي مع بعض بسمي الآب والإبن الروح القدس لها الواحد أمين نشكرك يا رب على كل نعمة وعطيها بتدهلنا نشكرك على حضورك معنا نشكرك على قوتك الفاعلة معنا في كل حين ساعدنا يا رب خلينا دايما نبقى أولادك في كل الظروف ادينا قوة ندبعك بكل قلوبنا خلينا دايما يا رب نسير مع يشوع لإمتلاك أرض الموعد ساعدنا يا رب إن إحنا نهدم أصوار أريحة بقوتك وبعملك ساعدنا يا رب إن إحنا ننزع الشر من قلوبنا زي عاخان منش عايزين نبقى زي عاخان اللي كان محافظ على الشر في قلبه ساعدنا يا رب إن إحنا نتطهر ونتنقى ونتقدس يا رب ونخلع نخلع يا رب الأحزية اللي في رجلينا الأحزية اللي بتعبر عن اهتماماتنا المالئة العالمية والليها دعوة بس باتجاهاتنا اللي في الدنيا عشان خاطر نعرف نشوفك ونعرف نتلاقى معاك أنت شخصيا أنت يا رب أتايت لتكون لنا حياة وليكون لنا أفضل اجعلنا يا رب نختبر ما هو أفضل لنا بقوة اسمك والقدوس نختبر الحياة الجديدة في اسمك ونحن نكون يا رب بك وبقوتك نكون ننضم إلى قدسيك الذين أرضوك منذ البدء ننضم يا رب لكل القدسين اللي أنت قدستهم وإنت أعطتهم بروحك القدوس وصاروا مثلك يا رب الأنباء بشوي الأنباء البابا كرولوس الأنباء موسى الأسود مريم المصرية كل القدسين يا رب ساعدنا أن نحن نكون واخدنهم كشاب أهلينا ونتمثل بيهم وفي الأول والآخر ساعدنا أن نتمثل بأمك الطهرة العذرة مريم وبشفاعتها وبشفاعت جميع القدسين اسمعنا عندما ندعوك قائلين يا أبانا الذي في السموات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا اليوم واخفر لنا سنوبنا محبة الله الأب نعمة الإبن الوحيد شركة وعطيت الروح القدس تكون مع جماعكم أندو بسلام سلام من رب يكون معكم تسبوع على خير ونشوفكم احتمال المعادل الأسبوع الجاي بدري شوية يعني يكون يوم بدري شوية هنعرفكم برضو بي إن شاء الله ربنا معكم سلام